ازايكو يا جماعة? معكم اسلام حسن وحلقة جديدة من برنامج كلام في الكورة. يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشرفنا بالاشتراك في القناة. ويفعل زر التنبيهات ويعمل لايك الفيديو. ولو ما عجبكش الفيديو عم في الاخر باعمله ما عندناش اي مشاكل. ومباراة الاهلي واطلع برا الجنوب سوداني. هنتكلم في المباراة دي عن اا يعني هندردش مش موضوع هنتكلم. لا هنخليها نقول دردشة لان هي خلصت اربعة صفر مباراة مع فريق خارج التصنيف تقريبا. مباراة كان فيها كمية تنقودات من مارة اللي بتصارتي من الوقت نزرنا ما فهمتهاش. اundy待って قتبة علي لطفي جميل. ليه? اا علي لطفي ما بيلعبش ولمباراة مش مستهلة طيب حلو. علي لطفي ما بيلعبش والمباراة مش مستهلة. طيبي ما انت عندك فيه لعيبة كتير ما بتلعبش ولمباراة مش مستهلة. عندك الصفقات الجديدة لسه ما لعبتش والمباراة مش مستهلة. عندك مباراة يوم السبت في الكاس مرة قوية. وفيه لعيبة كتير محتاجة ان انت تجربها في مرة زي دي. عشان خاطر المباراة اللي جاية. طيب هل هل المعيار ايه في ان احنا هنختار التشكيل? مش عارف. طيب الخطة المقدسة اللي انت مش عايز تغيرها تماما الاربعة اتنين تلاتة واحد انت هو بصراحة لسارتي لما جيه غير الاربعة اتنين تلاتة واحد دي الاربعة تلاتة تلاتة. بس في المباراة دي بالذات ما كنتش حاسن اتنين اربعة تلاتة تلاتة. لأ كتب اربعة اتنين تلاتة واحد. والشوت التاني فجأت حتى في تغييراته. لأ دمار حجرية. مفيش تغيير مفيش مرونة. لعيبت احمد الشيخ حطيت اجايب يا عمي طب ما تلعب اربعة اربعة اتنين. ما عادي جدا ايه المشكلة? ما تخلي جرالدو شمال واحمد الشيخ يمين والاتنين بتوع نص الملعب السولية وحمد فتحي وعمل ولعب اجاي وازهره اتنين اه استرايكرز. ايه مشكلة? ما لعب اربعة واحد اربعة واحد ايه المشكلة? قلعب اربعة تلاتة تلاتة. صالح جمعة. الشوت التاني لما بدأ يتعب شوية. كان ايه المشكلة لما يكون قفش على الدكة وانزله بقى شوف راجل ده بيبيع ايه بقى? كان ايه المشكلة لو كان يبقى على الدكة? وريح عمر السولية? كان ايه المشكلة لو ايمن اشرف اللي ما بيريحش خالص? يريح المباراة ويلعب بياسر ابراهيم بلاش يا عم محمود بتولي لو هو لسه انت شايف ان هو لسه عليه. كمية التناقضات انا مش فهمها. التناقضات دي كلها كانت هتتلاشها لو كانت الشي ان هو بدأ اساسي. كنت اقول لأ. الراجل بيحافظ على القوامل الاساسي بتاعه. مش عايز يعمل اي ركب ان هو يدخل عنصر جديد. ممكن يكون لسه محتاج وقت في ان هو ينسجم. عشان مباراة بيرامدس. طب ما انت لعبتش لعبت علي لطفي. طب ايه? كذلك الوضع في يعني كان فيه فيه تركاية كده تكتيكية. بدأنا نشوف لسهارة يوم بيفكر بقى. في ان هو كان على طول بيدي تعلمات لازاره ان هو يروح لحت لمين يساند مع سين الشاحات ورمضان صبح يقطع لقلب منطقة الجزاء ويكون هو المهاجم اللي تتلعب له الكرة جوه منطقة الجزاء. عشان خاطر يعمل خلخلة بقى في التفعيل فرقة العشوائية اللي كانت موجودة دي. لو انت هتعتمد على الخطة دي امعلم او لو انت عايز تلعب بالخطة دي في مباراة في اي مباراة ما اجا ايه? مش رمضان صبح. رمضان صبح ولا عنده السرعة ولا المهارة التهديفية اللي تساعده على ان هو يعمل ايه لعب الدور ده? حاجة اخيرة مش عايز تطول كتير في في الكلام على المباراة شيء يعني دي مش مباراة انا اطلع كده بس ايه? اقول بعض النقط اللي احنا اتكلمنا عنها. اه موضوع ان احنا بنبص على الفرقة كنتيجة. مش كاداء. المباراة دي النتيجة والاداء مش عجبيني. بصراح? ليه? لان النتيجة المفوض تطلع اكتر من كده بكتير. الاداء هل هو تكتيكي من المدير الفني? فانا زي ما قلت انا كنت شاف ان في جمود فكري قوي من اللي سارتي مش عايز يغير اي حاجة في خطته. مش عايز يغير اي عنصر من العناصر اللي جوة الملعب. مش عايز يعني يخاطر. مش عايز يغير. مش عايز يجود. والناحية تانية الفردية. الاربع اهداف بتوع الناد اهلي كلهم يعني كلهم مهارات فردية من اللعيبة مفيش خطة للمدرب. انما الفرديات نفسها بتاعت اللعيبة ضعيفة جدا انت لو لما تعتمد على فردياتك وصوت فرقة زي دي ده انت تشغيلها سبعة. ما بالك ان انت اعتمدت على فردياتك وضلعت اربعة بس. لا يعني انا شايف ان آآ بتاعت الاهلي او مجموعة اللعيبة اللي موجودة حاليا كواليتي عالية قوي. ومش هبلغ لما اقول كواليتي عالية قوي. محتاجة مدرب يعرف. يصنفر اللي عايز يتصنفر. يعلى بليفل اللي عايز يعلى. آآ يطور من اداء اللعيبة اللي موجودة اللي هي ممكن توصل لمرحلة. لان ادائك حلوة بس سبت. لأ ادائك حلوة لازم يبقى احلى. وفي النهاية بشكركم جدا لانت وصلت الجزء من الفيديو يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشرفنا بالاشتراك في القناة واتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك الفيديو لو معجبكش يعمل له ديس لايك ما عندناش اي مشاكل. في النهاية معكم اسلام حسن. نشوفكم في حلقة جديدة. سلام.